بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والعشرون في شرح النبذة في الفقل العلامة عبد الرحمن المشهور رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورفع درجاته في الجنة اللهم آمين وبعد أن تم الكلام على ما يتعلق بصلاة الجنازة ذكر المصنف رحمه الله تعالى نبذة من الأحكام المتعلقة بالزكاة فقال رحمه الله تعالى الزكاة الزكاة هي في اللغة النماء وتطهير وعند الفقهاء إخراج مقدار مخصوص من أموال مخصوصة لفئات مخصوصة بشروط مخصوصة والزكاة هو ركن من أركان الإسلام فهي ثالث الأركان بعد الشهادتين والصنى ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن من جحدها وأنكر فرضيتها فقد كفر وارتد عن الإسلام وكان حلال الدم إن لم يتب وذلك لأنها من الأمور التي علمت فرضيتها بالضرورة وأما من منع الزكاة وهو معتقد بوجوبها ومقر بفرضيتها فهو فاسق آثم يناله شديد العقاب في الآخرة وأما في الدنيا فإنها توخذ منه قهرا من قبل الحاكم المسلم ومن فوائد الزكاة أنها تعود المسلم على الإعطاء والكرم وتطهر ماله وتنميه وتقون محبة والأخوة بين المسلمين وتساهم في القضاء على الفقر والبطالة في المجتمع والأموال التي تجيب فيها الزكاة ستة أموال وهي النقدان وما يقوم مقامهما مما يتعامل به الناس من النقود اليوم سواء كانت نقود معدنية أو ورقية وكذلك النقود الإلكترونية والمال الثاني أو النوع الثاني مما تجيب فيه الزكاة بهيمة الأنعام والثالث الزروع والثمار والرابع عروض التجارة والخامس المعدن والسادس الركاز والمصنف رحمه الله تعالى لم يتكلم على جميع الأموال التي تجيب فيها الزكاة وإنما تطرق إلى ذكر بعض الأحكام المتعلقة بأهم الأموال الزكاوية فقال رحمه الله تعالى أما الزكاة فيجب على من معه مال معرفة ما تجيب فيه الزكاة وما لا تجيب نقول قول المصنف رحمه الله أما الزكاة فيجب على فيجب على كل مسلم حر إذا كان ممن معه مال بلغ نصابا وحال عليه الحول معرفة ما تجيب فيه الزكاة وما لا تتحقق فيه هذه شروط فلا تجيب فيه الزكاة فالزكاة لا تجيب على كافر أصلي ولا على العبد لأنه لا يملك ولا تجيب الزكاة في مال لم يبلغ نصابا أو لم يحل عليه الحول إلا أنه لا يشترط أن يحول الحول في ربح التجارة ولا في الزروع والثمار ولا في المعدن والركاز أيضا قال المصنف رحمه الله تعالى فمن ملك إحدى عشر أوقية من فضة والأوقية تساوي 29.25 جرام فالنصاب يكون 21 أوقية مضروبا في 29.25 يكون تقريبا 614.25 جرام وقد قدر بعض المعاصرين نصاب الفضة بأنه 560 جرام وهذا التقدير ذكره ماجد الحموي في تحقيق مثل بشجاع وقدر بعض المعاصرين نصاب الفضة بأنه 588 جرام وهذا ذكره صاحب التقريرات السديدة وبعض المعاصرين قدر نصاب الفضة بأنه 595 جرام وبعضهم قدر نصاب الفضة بأنه 672 جرام وهذا ما ذكره أصحاب الفقه المنهجي والأخذ بالأقل أحوض قال المصنف رحمه الله أو ملك ثلاث أو ثلاث أواق ذهب خالصين أي إذا ملك ثلاث أواق من الذهب وهو يعادل عشرين مثقالا ويعادل بالجرامات 85 جرام من الذهب الخالص كما قال المصنف خالصين أي فضة خالصة وذهب خالص فلا تقب الزكاة في ذهب ولا فضة مغشوشين ما لم يبلغ خالصهما نصابا ولا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب قال المصنف رحمه الله أو قيمتها من عروض التجارة تقدير الكلام أو ملك قيمتها ولعل الصواب قيمتهما من عروض التجارة والتجارة هي تقليب المال بالبيع والشراء بغرض الربح ثم إن التاجر إذا اشترى عروض التجارة بذهب قومها بنصاب الذهب وكذلك لو اشتراها بالأوراق النقدية المعروفة اليوم فإنه يقوم تجارته بنصاب الذهب أما لو اشتراها بفضة فإنه يقومها بنصاب الفضة والله أعلم فإذا بلغ ما لديه من ذهب أو فضة أو عروض تجارة نصابا وقبت الزكاة عليه ولزمه ربع العشر ويمكن معرفة ذلك أي ربع العشر بقسمة المال جميعه الذي بلغ نصابا على أربعين فالناتق هو ربع العشر ويلزمه إخراجه كل سنة ما دامت الشروط أي شروط قوب الزكاة متحققة في ذلك المال ومن ملك من التمر أو الزبيب طبعا المصنف رحمه الله قالوا من ملك من التمر ستة عشر مائة رطل أو خمسة وسبعين قهوالا فتجب الزكاة إلى آخر ما قال لم يذكر الزبيب والزكاة تجب في التمر وفي الزبيب في هاتين الثمرتين فنقول من ملك من التمر أو الزبيب ستة عشر مائة رطل رطل الأفصح بكسر الرعا أو خمسة وسبعين قهوالا جمع قهول ويعادل اثني عشر مد طعاما أي ملك هذا المقدار من الطعام أي من الحبوب التي تقتات كالأرز والشعير وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من التقديرات فهو بحسب ما كان شائعا في عصره في بلاد حضر موت والنصاب في المعشرات كما جاء في الحديث الصحيحين خمسة أوسق قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدعه والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد فالنصاب يعادل ألف ومائتي مد بعد التنقية من نحو تبن وقشر لا يؤكل ولا يدخر معه وأما ما يدخر في قشره ولا يؤكل معه كالأرز فنصابه عشرة أوسق تحديدا كما اعتمده ابن حقر رحمه الله تعالى نقف هنا ونتمم في اللقاء القادم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر